موسيقى وهذه ندوات خليد لذكرى أخينا عدد أحمان أخسانا ورحمة الله وهذا اعتراف منطرف جمالائه بأدائه وطوره تأخذ كلها خاصة وأنه كان إنسانا يهتم بالعلم ولا يهتم بالظهور أرواح ولا المناصب كان همه الواحد هو العلم ثم العلم إذن فهنا موتج بالنسبة للأساتيتاء ونموتج بالنسبة للطلبات وقد عرفت تعرفت عليه وهو نحن في التنوية وكان دائمًا بيديه كتاب وكان مؤهل يكون دافتا كبيرا وكان كذلك الامر رحمة الله أمي 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 وسيكون فيه تدخلات حول ما نسميه بإعادة النظر في ريكلة المغرب من ناحية الجهوية ومن ناحية المستشفى وأتمنى أن يكون تدخلات في هذا المستوى ويخرجون في التوصيات وأتمنى أن التوصيات تكون لها صدق كذلك عند المسؤولين لأن هذا هو أهم شيء